بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى اشرف الخلق والمرسلين هنتكلم مع بعض كده سريعا في الملخص اللقاء اللي كان على زوم على لجنة الكودي مبارح كان طبعا الدكتور المهندس ساعد كان مصادر في الدكتور علي اهم الاسئلة اللي اتسألت اه اول حاجة كان بيقول لك ان الخمسين في المية من لو انت تعدتها بتعمل لبشة ولا لأ قال لك لأ ما فيش مشكلة ما فيش ما يلزم ان انت تعمل اللبشة هو يفضل وليس الزامي تمام والقامر الراجع والقامر الاخير للمهندس التصميم الانشاء فهو مش شرط ان انت لو القواعد عندك تعدت مساحيتها خمسين في المية ان انت تعملها لبشة بالنسبة تانية حاجة تقرير التربة تقرير التربة هم قالوا ان فيه تلات هذه الأليات يأما يطلع تقرير تربة من مختبر وبنان عليه انت بتشتغل يأما في عبارة عامل المهندس المصميم المهندس المختصى هيطلع يشوف نوع التربة بتاعت التاسيس وبنان عليه فيه جدول في الكود بيقول لك ان التربة اللي هي مثلا التربة الرملية بتبقى اي ايجاد كذا تربة صخرية بتبقى ايجاد كذا الرمل معاطين بتبقى ايجادها كذا وبتاخد الاجهاد تبقى من الجدول الموجود في الالف مية وحد الآليات التالتة انهم بيقولوا الفترة كه هي بتم بقى اضافة الاجهاد او الرقم القطع برقم المخاطط بنان على انه مسلا القطع دي تعمل لها اختبار قبل كده فالقطع اللي جنبها هيبقى البيرنك بس بتاعها او التوصية للتأسيس هتبقى قريبة جدا منها. طيب بالنسبة لموضوع تقرير الطربة. بالنسبة القطر الكنات هم قالوا برضو ان القطر كال قطر عموما حديد مستخدم في الكود هو قطر عشرة فانت قطر الكنات هيكون عندك عشرة ميلي سواء كان اعمدة كمرات اعصاب. المنوى مكفر للأعمدة الخرصانية هتكون اربعة سنتيمتر. ولرقاب الأعمدة بتكون خمسة سنتيمتر. وللمية بتكون خمسة سنتيمتر. وللاواعد بتكون سبعة سنتيمتر ونصف. هي والشددات. الاستريب واتس او الاستريب فوتنج العرض بتاعها طبعا ما تحددش في الكود زي الاواعد المنفصلة. الاواعد المنفصلة كانت متحدد لها اقل عرض هو واحد متر. اه لكن الاواعد الشرائطية علشان الصور ما تحدد لهاش. انت كمهندس تصميم انشاية انت اللي بتحددها. بنانا على ان الاعداء تبقى امن عندك وما يحصلش عليها مسلا افر ترنينج. عندك موضوع زراعة الاعمدة ما فيش مياه منها انت تزرع اعمدة. بس في الاماكن اللي هي فيها اه شديدة تأثير نتيجة زلازل. دي لا يفضل طبعا ان انت تزرع فيها اعمدة. بالنسبة لادخال احمال الرياح. اه لو انت المنشأ ارتفاعه اكتر من تلاتة متر ستين. هتضطر ان انت تصمم عليه احمال تدخل احمال الرياح. وبرضو على العمدان. باستخدام البرنامج اللي انت بتشتغل بيه سواء كنت ايا كان. برضو ما فيش في الكود ما يحكمك ان انت تشتغل ببرنامج معين. دي مطروقة لحرية المهندسة المصمن. طبعا احنا بندخل اه يعني معنى الكلام ده انت مش هتلاقي ارتفاعه من ثلاثة ستين. فانت معنى الكلام ده ان انت كل المنشآت اللي عامدك هيتم درستها على احمال الرياح والزلازل. وباللان عليه انت هتصمم على الحالة الكريتيكرة او الاسوأ منهم. اه التقايد بسمكة الجدول اللي هو في كل عنصر ان شايفي بدايته. بتلاقي جدول كده لتحديد السمكة سواء كانت كاميرات او بلاطات. قالك ان انت لو التقايدت بالارقام دي هيبقى انت معاك لحد تسبان ستة متر ونصف. ما انتش محتاج انك تعمل على العناصر سواء كانت كاميرات او بلاطات. لو انت حطيت سمكات اقل من المقترحة من الجدول. فانت مطالب ان انت تقدم اه ان هو يبقى امن. ولو انت تخطيت الستة متر ونصف فانت محتاج تعمل سواء لتزمت او ما لتزمتش. النقطة اللي بعد كده المسافات اللي هي منت ما بين اللي عمدها الميلمو اربعة متر والنقصة من ستة متر ونصف. قالك دي طالما فيه مهندس انشائي مختص خلاص انت مش مقبر على المسافات دي. وحقق المعماري ما فيش مشكلة. طالما فيه مهندس انشائي مختصة هيتم دراسة المشروع او هو المسؤولة عن الدزاين. اه بالنسبة للقاميرات احنا طبعا الكود الالف مية واحد كان رابط انه عمق الكاميرا بالنسبة لعرضها لا يتجاوز التلاتة. فاحنا عندنا اقصى حاجة هي عشرين ستين في الكاميرات. طيب لو عايزين نعمل كاميرا عشرين سبعين بتطلع من كود الالف مية واحد روح تطبق كل شروط الكود التلتمية واربعة اللي هو دزاين لتصميم مشكلة الخرصانية وبناء عليه المخاطط بالكامل بيطلع يروح للكود العام. اه طيب اه فيها برضو احد الزمن اللي سأل لو انت جلب تقرير طربة من مختبر وانت شكيت في النتائج دي بتطلب برضو اعادة اه اخذ العينات مرة اخرى بتشوف لو انت جالك مختبر تاني بتقرير تاني مختلف تماما عامنا في الحالة دي بتلجأ لهيقة الموصفات الكياسية وهي الهيقة المسؤولة عن ترخيص مكاتب التربة وبناء عليه هم بيحددوا الخطأ عند مين? دي كانت اهم الاسئلة اللي جات في الساعتين بتوع آآ اللقاء بتاع مبارح اللي كان موجود يوم التلاتة من الساعة تسعة كان بدأ على زوم آآ على لجنة الكود. احنا بس حاولنا يعني حاولي تلخص بس بعض النقاط كده اللي تقالت سريعا بحيث برضو الشباب آآ تبقى مضطلع على التحديثات دي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر